بسم الله الرحمن الرحيم الكثير يسألنا الأيام الماضية شنو موقفكم من استجواب وزير الدفاع وين رايحين من طرح الثقة هل أنتوا مع الوزير ولا ضد الوزير ليش تأخرتوا في إعلان موقفكم أكيد في مفاوضات أكيد في مساومات أكيد في مصالح خاصة لكم وأنا حب أطمّن نهل الكويت اللي يعرفوننا ويعرفون مواقفنا الثابتة المبدئية في هذا المجلس احنا مو من النواب اللي نرهن قرارنا السياسي لمصالح شخصية احنا مو من النواب اللي نرهن قرارنا السياسي لمعاملة أو منصب احنا مو من النواب اللي يتنقل بين الحكومة والمعارضة حسب الأهواء والمصالح الشخصية احنا إذا نبين تعاون أو انتفاهم أو انتفاوض أو انتساوم فلمصلحة أهل الكويت احنا إذا نبين تحرك انتحرك لأهل الكويت اللي يعانوا من القضية الاسكانية احنا إذا نبين تحرك انتحرك لأهل المطلع تسعتعش ألف أسرة يعانون يشوفون أراضيهم جاهزة ولا قادرين يبنونها إحنا إذا من انتحرك انتحرك حق أهل خيطان اللي ست سنوات ينتظرون هذه المدينة القديمة الجاهزة ومع الأسف ما سلموها إلى اليوم إحنا إذن بنتحرك انتحرك حق أهل الكويت اللي أثناء نقاشنا في استجواب الثلاث الماضي كانوا موجودين في الخارج في ساحة الإرادة ورافعين اليافطات ويقولون تكفون تكفون يا نوابنا والله نبي نسكن أنا أقول كافي تأخر نوايد تأخر نوايد في إقرار قوانيننا الإسكانية تأخر نوايد في إقرار هذه القوانين اللي اشتغلنا عليها سنة كاملة وتعبنا عليها وما زالت مركونة في الأدراج وأعتقد يل وقت المناسب لانتزاع حقوق أهل الكويت وأنا أقول بشكل صريح وواضح نتقدم اليوم ومجموعة من النواب بطلب عقد جلسة خاصة يوم الثلاث القادم 25 يناير 24 ساعة قبل الحسم قبل جلسة طرح الثقة حتى يقف الجميع المسؤوليات حكومة ونواب وحتى تتبين جدية الحكومة وحتى ننهي معاناة الأسر الكويتية وحتى نقر قانون مهم وهو زيادة راسمال بنك الاعتمان اللي تقدمنا فيه شهر 7 الماضي وما زال مركون وحتى نبشر أهل الكويت وأكثر من 20 ألف أسرة تنتظر ونقول لهم مبروك عليكم السكن الجديد لسات الأخيرة للجميع حكومة ونواب الثلاث القادم ثلاث الحسم الثلاث القادم يوم مهم ينتظره كل أهل الطلبات الإسكانية الثلاث القادم ينتظرونه كل أهل الكويت وموقفنا السياسي مرهون على هذا اليوم فإما إنجاز بهذا المكسب الكبير أو لا بارك الله في الكراسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر